السلام عليكم وعملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين وبالف خير النهاردة بإذن الله روتين حلو قوي قوي كده وخفيف وزريف ويعجبكم كل سنة وانتوا طيبين وبخير طبعا دي خروجة العيد كده خروجة كده خفيفة على قد ما نقدر كده ومش مكلفة بصراحة وجنب البيت كده اي لعبة هنا بعشرة جنيه وخمستاشر جنيه فرحنا لولاد كده وخرجناهم يعني يعتبر جنبنا كده على طول زي ما انتوا شايفين كده بقى الالعاب واخواتي بقى وولادهم وولادي وكل سنة وانتوا طيبين وفرحة العيد بقى حبيت ان انا شاركها معاكم كده وطبعا بقى في اول الفيديو كده هطلب منكم تحطوا اللايقات وتشتركوا في القناة عشان انتوا بقتوا تنسوا اللايك عشان ما بطلبهوش منكم في الفيديو كل سنة وانتوا طيبين وبقى الف خير زي ما انتوا شايفين بقى العاب كتير يعني بصوا بقى جميع الالعاب هنا والبتاع اللي بتلف العالية دي اللي بتلف الفوق دي طبعا احنا هنركبها بقى النهاردة ونفوك عن نفسنا شوية اخيرا كده قررت ان انا بقى ايه نتفستح شوية كده ونروح للملاهي كده ونركب المراجح زي ما انتم شايفين كده العاب كده للولاد الصغيرين والكبار وكل الالعاب موجودة طبعا عايزة ربما انكم كده تصالوا عن نبي عليه عبدال الصلاة والسلام وهنا بقى كن راجبين فوق زي ما انتم شايفين كده والدنيا صغيرة من تحتها هنكمل معاكم الجولة بتاعت الملاهي بس طبعا بقى هنا ايه حبيت اواريكم الرؤاق دوت الرؤاق دوت رؤاق عادي بتاع العيد بنبلو كده في الشربة من غير اللحم ولا اي حاجة وبنحط كده نص معلقة سمنة وبتحط الرؤاق كده يتحمر من الناحيتين بتطبقي كده الرؤاق زي ما انتم شايفة كده زي المسلس كده بتطبقيها وبتحمرها من الناحيتين بتبقى جميلة او قرمشة وخفيفة وطعمها حلو قوي وطبعا امي اللي كانت عملاها احنا كنا عند امي اليوم دوت ويعني عايز اقولكو خفيفة عن صانية الرؤاق باللحمة وطعمه حلو قوي قوي ومقرمش كده ولو جربتوه بجده هيعجبكم اكيد طبعا في ناس بتعملو فطبعا حبيت اقولكو على طريقة الرؤاق انتم كل اللي بتعملو بتبليه كده بالشربة وتحمريها سريع جدا كده ومش بياخد وقت خالص ومن غير اي حشوات ومن اي حاجة يعني بصوا كده على طول كده بيتحمر ما بياخدش بصوا ثواني بحطوا كده بحط كده يعني نص معلقة سمنة او ربي معلقة سمنة وبقلبوا كده عن ناحية التانية واول ما بيحمر بشيلوا على طول زي ما انتم شايفين كده ده الرؤاق كده السريع المحمر المقرمش اللي طعمه حلو قوي قوي بدون حشواته بدون اي حاجة وعايز اقولكو بقى بجد بجد لو جربتو الطريقة ديت مش هتبطلوا تعملوها هتستغلوا خالص عن صانية الرؤاق باللحمة وتعملوها على طول عشان خفيفة وتعجب الولاد واول بقى بتتحمل من ناحيتين بشيلها كده على طول وبحطها في الصانية وكده كنا عملنا كمية حلوة كده من الرؤاق المحمر وكمان سريع يا ربي كده يعني كون الفكرة كده عجباكو لو جربتوها جد هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها زي ما انتم شايفين كده وعجب الولاد جدا جدا فطبعا يعني لو عملتوها هيعجبكم زي ما انتم شايفين كده وبعدين بقى بعد ما تغدينا عملنا بقى كده ايه كان فيه طبعا شوية موعين حلوين والمبخ عايزة تعمل فغسلنا طبعا الكوبات زي ما انتم شايفين كده وهنا كانت اختي بقى هي اللي ايه دخلت كده تعمل في المبخ وتنظف المبخ بصراحة وانا كنت وقفة معيها بعد ما غسلت كده شوية قلتنا هنشوف حريكي بقى كده الموعين ويدي على ايد بتساعد وكل سنة وانتم طيبين وبقى الفخير طبعا لازم كده لما نروح لازم يعني نشطه بالمنبخ قبل ما نمشي طبعا فيعني ده الاساسي زي ما انتم شايفين بقى كده نخسل كده الموعين بصوا غسل سريع كده مش وقفين ان احنا بقى باللمع وكده لا هو غسل سريع كده عشان كان طبعا خالتي بقى عندنا وعايزين نعود معاها فطبعا ايه يعني احنا بننجز كده هي بتخسل وانا بشطف كده على طول الموعين زي ما انتم شايفين فطبعا كده يعني اللمة والايد على ايد كده بتساعد مفيش اي حد نعمل حاجة لوحده او مثلا مش اسيب اختي تدخل تعمل لوحدها وإحنا قاعدين برا فاحنا بنساعد بعض زي ما انتم شايفين بقى كده ونخسل وهي بقى غسل بصراحة شوية موعين وانا بقى بقيت اشطف كده وطبعا يعني ربنا يخلي كده كل ام ايام طبعا جميلة يعني وعايز اقول لكم لمة العيلة والبيت والام طبعا حاجة تاني هنا بقول لكم بالصم اللي دهنا الدهان ده بتاع الحيطة اللون رماضي كده دهنا كده والله جددت المطبخ وشكله حلو عشان استراميت مش وصل لفوق هنا بقى كنت باقي الموعين عامل اقول لها سبور يوم مخلص اللي في الحق ده تخسل وتحط زي ما انتم شايفين بقى كده اشطف كده الموعين كلها وهي بقى ايه بتخسل بقى الموعين زي ما انتم شايفين كده طبعا موعين الغدا هنا رسية اللباء وتحت الكبايات وفي النص كده اي حاجة بقى ايه وغطيون الخلاط الحاجات اللي هي الرفيعة دي هنا كمان كتعاملة ترمس عشان العيد بس طبعا لسه بقى احنا كنا كده ايه يعني يعتبر اخر يوم العيد كل سنة محضراتكم طيبين وبقى الف خير والصحة ويعود عليكم الايام بخير وطبعا للعيد جري وما فيش اسرع يعني من الايام الحلوة بتجري بسرعة هنا بقى خلصنا وغسلنا الرخيمة كده زي ما انتم شايفين غسلت الرخيمة وهشطفها كده هم لبست الكباية مية وهشطفها بس هنا قالت لقيه في شوية موعين لسه فغسلت كده الصينية طبعا اللي كنا حاكرنا عليها الاكل وانا كده ايه قلت اشطف كده الرخيمة وقامل لسه نغسل البوتو جاز فهو روتين برضو مشجع كده في المطبخ للناس الكسلانين من الحر مفرهاضين يقوموا بقى كده ويتمشطوا ويتشجعوا وطمين بقى تحدي الكسل كده واو الانتخ يلا بقى قوموا وكل اللي وراها حاجة تعملها وكل سنة وانتوا طيبين وبقى الفخير ولو عندكم اكتئاب كده ونفسيكو تعبانة انزلوا حتى كده بصوا اشربوا كبات عصير وتعيلوا بجد بتفرق في النفسية وطبعا لو اختك او صاحبتك جنبك هتمشو كده مع بعض يعني مش اقول لك جوزك لان طبعا ايه مش يعني ممكن جوزك مايبقاش فاضي والنتي ده تدري تستني بقى مش هتعملي حاجة فحتى يعني انت افرح نفسك بنفسك كده ونزلي فك عن نفسك وفك عن ولاد حتى لو بحاجة بسيطة زي ما قلتلكم هنا بقى بصلكم لابنشور يعني البتوجيز كده وبصلك هو البتوجيز زي ما انتوا شايفينه كده بس بندب بسرعة ما فيش اي حاجة لزقة يعني احنا قدنا فيه على طول اه زي ما انتوا شايفين كده السلكة اللي استلس بصراحة اه متخليش اي حاجة في البتوجيز مهما كانت يعني حتى لو حاجة لزقة بتطلع الحمد لله بسرعة اه زي ما انتوا شايفين كده اه بسم الله ما شاء الله طبعا دي اختي الصغيرة المؤاد بقول لها كل لسانا انت طيبة ربنا يخليك لولادك ويديك الصحة والعافية ربنا يعينها يا رب ويفرحها ويعوض عليها بكل حاجة حيروة بازن الله زي ما انتوا بقى شايفين كده اه عملت البتوجيز كده بقول لها بقى انت عندك ضمير قوي الجو حر فطبعا يا بتخسره بتعيد عليه وزي ما انتوا شايفين كده اه غسلة سريعة كده بس نضيف هنجيب بقى اي فوتة او اي حاجة عندك في المطبخ وعمسحه كده زي ما انتوا شايفين سريع سريع كده وتنظيفه كده سريع ويا رب كده يكون الفيديو عجبكو وتدعمونا باللايكات اللي انتوا حرميننا منها بقى لكم كم فيديو مؤثرين معايا جامد في اللايكات والله العظيم بجد انا زعلانا جدا ونفسيتي بجد تعبانا جدا مش عارفة يعني المحتوى مش عجبكو ولا ايه اه مفيش لايكات خالص ولا تفاعلات خالص ولا كومنتاتكو الحلوة اللي كنت بتكتبوها وتشجعوني حتى دي حرمتوني منها طبعا انتوا اخواتي وغالين علي عايزاكم كده تشجعوني تاني بالكومنتات واللايكات والطاقة الايجابية عشان نكمل بإذن الله مع بعض كده وننزل كل يوم جديد زي ما انتوا شايفين كده البتغاز بقى زي الفل بسم الله ما شاء الله وبيلمعي ازاي العيون نديفها مفيش اي حاجة انا ما جتنا تضغطي لها المطبخ كنت غسلة العيون غسلة حلوة مفيش اي حاجة بصراحة فهركبها كده على طول وبصوا يعني بسم الله ما شاء الله البتغاز بقى زي الفل بيش اي حاجة وهنا كنا خلصنا كده البتغاز وغسلة سريعة كده وتنضيفها سريعة زي ما انتوا شايفين وهو بصراحة نديف ما فيوش اي حاجة هتكنز بقى الارض كده وخلاص هتكنز بقى الارض كده وهتلمي كده شوية الورق والحاجات اللي تلعو دي وخلاص كده خلصنا المطبخ تنضيفها كده سريعة للمطبخ وعلى الماشي يعني احنا كنا عاملينه تنضيفها عميقة طبعا قبل العيد على طول يعني قبل الوقفة بيوم فطول ما الحاجة كده بتنضيفها كويس بتبقى يعني التنضيفة بتاعتها بتبقى سهلة زي ما انتوا شايفين كده كل سنة بحضراتكم طيبين وبخير واللي طبعا أم موجودة ربنا يخليها له واللي أم متوفت ربنا يرحمها يا رب هنا بصوا بقى هنا أنا كنت بقول لك هنا رجبة فوق خالص في المرجحة العالية دي تلي بتلف عايزة أقول لك بتشايفة نص صغيرة بس تبصوا بقى عدنا يعني ايه نساعد رغبة طلعنا الكات والطاقة السلبية وخدنا طاقة أجابية بقى جديدة وشحننا كده عشان العودة بقى بعد العيد وروتين كده تحديات الكسل بقى كده والتشجيع روتين تشجيعي كده تحفيزي بإذن الله وزي ما قلتلكم كده اي حد متضايق مخنوق ينزل كده يفك عن نفسه نزال يتمشي كده في الهوى شم هوى غيري جو واحدة صاحبتك عايزة عليك قوي روحلها يعني بصي متحبسيش نفسك وتحبتي نفسك وتزهق نفسك لأ فك عن نفسك بنفسك كده ورواي على حالك شوية عشان تقدر تكملي وتقدر يتعافلي وتقدر تعملي يعني اللي وراكي واللي مطلوب منك بكل حب من غير يعني يعني ما تكوني بالضايقة أو تعبانة أو زهقنا هنا بصت بقى آدم كان ركب العربية ولا ادخلته العربية اللي هي بالكهرباء دي بيحب يركبها أو يسقها وهو بقى مش طايل بصت ولا البتاع اللي بيدوس عليه من تحت الدواسة ولا الكلام ده كله وعمالي عاية برضو مصمم انه هو يسقها زي ما انتوا شايفين كده معي خروجة جميلة كده وسهلة ولذيذة وخفيفة ما خدناش كده ساعتين زمن وروحنا بقى تشربنا عصيرها واركو دلوقتي وكنا بصوا مروحين مبسطين ولعيل فرحانين ومزقطاتين زي ما انتوا شايفين بقى كده هنا سيف بيقول له بقى أنا هسق بداي لكن انت مش عارف تسق برضو عمالي عاية ازا أقول لكم ان انا ركبت معهم العربية دي اهو وبرده بصوا عمالي عاية مش ردي يسكت بصوا العربية دي كلها كل اللي ركبين فيها دي تسكرة واحدة بخمستاشر جنيه فجميلة بصراحة وحلوة زي ما انتوا شايفين بقى كده معي بصوا ادم مقتنع ان هو اللي هيسق العربية ومش مركز خالص ان هو مش عارف يسقه موقف العربية موقف حالي العربية كلها اللي جمه المهم كده خلصنا بقى كده وكتخرج جميلة بصراحة ولعبوا كل الالعاب ومبسطوا طبعا بالعدية بتاعتهم عايز اقول لكم ان هم يعني بصوا فرحانين اخر فرح والله اي حاجة كده بترديهم وبتبسطهم الحمد لله وخرجوا كده وخرجوا كده واول ظهور ليا معاكوا كده زي ما انتوا شايفين في العربية ومعنا بقى الولاد كده وفرحانين زي ما انتوا شايفين ومزقطتين كل سنوهم طيبين واخواتي وقفين بقى وعيالهم اخواتي البنات معايا اختي اصغر مني واختي اصغر منها يعني معايا اختي انا اكبر واحدة فيهم ربنا يا رب كده يبارك فيكم يحقلكم كل اللي بتتمنون اللهم امين يا رب العالمين ويجبر بخاطركم وهنا بقى اخر اللعبة لصحلقة دي صمموا بقى ان هما يطلعوا بقى بصوا بقى كده يطلعوا يتزحلقوا يطلعوا من السل وينزلوا من السلحلقة كده احلى منظر بقى هنا ان هما بقى بصوا كلهم هيقعدوا كده جنب بعض وينزلوا مع بعض هزا اقول لكم ان بتقول الالعاب عندهم ضمير وقول لهم يلا عايزين نمشي مش رادين يطلعوهم سايبينهم يلعبوا براحتهم زا ما انتم بقى شايفين كده لعبة جميلة برضو كده وفرحت الولاد وحاجة كده بسيطة على قد ما نقدر مش لازم ان احنا هنخرج مصيف او خروجة غالية او بعيدة لا اي حاجة كده تفرحها ومتغير النفسية شوية هزا اقول لكم ان احنا بس تلعنا كده على الشارع برا وروحنا كده الملاهي وشربنا عصير يعني بصوا اه خروجة سريعة كده زا ما انا قلتلكوا بس التغيير جوي طبعا وتغيير النفسية وهنا بقى كان في واحد كده بصوا قاعد عن البتاع العصير مسك نصر وولادي طبعا ايه قالوا له احنا هنتصور معك وتصوروا معي وهنا كان الفيديو بتاعنا بقى خلص كل سنة وحضراتكم طيبين وبقى الف خير ما تنسيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة فهدل انه ليس أمرا مع الف سلام